قيام مزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا والبالغ عددهم 74.732 هكذا تعهد رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني في تشرين الثاني الماضي بتعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا البالغ عددهم نحو 74.000 إلا أن أي من ذلك لم يتحقق السوداني الذي يسير على خطى سابقيه مستغلا ملف التعيينات لإضفاء الشرعية على حكومته يدرك شبه استحالة تحقيق وعوده لكون النفقات التشغيلية تقضم معظم الواردات المالية بالتزامن مع إمكانية دخول العراق ما يوصف بمرحلة الخطر المالي بسبب السعر الحرج لبرميل النفط بحسب اللجنة المالية النيابية وعود ليست أكثر من حبر على ورق حقيقة أدركها نحو 260 ألف محاضر مجاني في عموم المحافظات يعملون مقابل مبالغ رمزية سئموا العهود بتثبيتهم كموظفين من خلال تخصيص أموال في الموازنة المالية للبلاد تقدر بأكثر من عشرة تريليونات دينار وهو ما أجج غضبهم ليصعدوا من احتجاجهم في تسع محافظات وأكثر عبر تظاهرات شبه يومية تحول بعضها إلى اعتصامات وإضراب عن العمل كإجراء للضغط من أجل تحريك ملف أصبح خاضعاً للمتاجرة السياسية استخدام العنف ضد المتظاهرين كما جرى فيديالا من قبل عناصر الأمن فضح جدية الحكومة في امتلاكها برنامجاً لاحتواء آلاف المحاضرين وتثبيتهم على الملاك الدائم وهو ما يعيد إلى الأذهان سبب انطلاق شرارة تظاهرات ثورة تشرين عام 2019 حينما قمعت القوات الحكومية حملت الشهادات العليا في بغداد بمدافع الماء وقنابل الغاز فساد حكومي مستشر فاقم الأزمات وراكم الملفات ومنها التعينات وارتفاع نسبة البطالة وتدهور الخدمات وغير ذلك عوامل باتت تولد يوماً بعد آخر غضباً شعبياً متنامياً تقول مراكز بحوث دولية إنه لن ينتهي إلا بإزاحة الطبقة السياسية الحاكمة واستعادة وطن ابتلعته الميليشيات ترجمة نانسي قنقر